رئيس الحكومة محمد السوداني وأمام جمع ضم زعماء أحزاب تحمل عنوين دينية حكمت العراق طوال عشرين سنة وجعلته متصدرا قوائم الدول الأكثر فسادا في العالم يذكر السوداني شركاءه الذين توافقوا على توليه السلطة بالتأسي بالإمام علي عليه السلام وينصح نفسه بضرورة عدم شغال الحاكم بإرضاء هذا الفريق أو ذاك على حساب المصلحة العامة إشارة مهمة من الإمام إلى أن لا ينشغل الحاكم بإرضاء هذا الفريق أو ذاك وتحت أي عنوان كأن يكون حزبا أو تحالفا أو فريقا يرى أن السلطة غنيمة ومكسبة السوداني وعلى الرغم من تصريحاته الكثيرة إلا أن إجراءاته التي يقول إنها تدف إلى مكافحة الفساد لم تشمل أي مسؤول بارز ضمن الإطار التنسيقي بل أسهم عبر سلسلة إعفاءات وتعينات في ترسيخ قيادات حريصة على مصالحها الشخصية وفقا لتقرير معهد أتلانتيك كونسل السوداني هو أعلم من غيره بالفاسدين والذين لطالما تطرق إليهم من دون أن يسميهم خشية عزله من منصبه كما أكد ذلك النائب كاظم الصياد على حين يكتفي السوداني بالقول إن فساد شركائه يهدد برنامج حكومته التي هم جزء أساس منها هناك شلة من الفاسدين تنتظر الانقضاث على هذه التخصيصات المالية وقال رئيس هيئة النزهة حيدر حنون إن الفساد تحول إلى ظاهرة وأصبح للفاسدين طائفة ليطفو عليها صفقة القدسية والحماية فساد يكبد العراق وفق أرقام رسمية نحو خمسة مليارات دولار سنويا بحسب مسؤول في هيئة النزهة تشمل بحسب تصريحات نقلتها عنه صحيفة العربية الجديد اللندنية الرشا والتلاعب بالعقود والصفقات والاختلاس والإضرار بالممتلكات والتحايل في الأصول المالية وغيرها لجان السودان التحقيقية وبعد نحو ستة أشهر من عمر حكومته لا تعد كونها تصفية حسابات سياسية كما يقول مراقبون ووصف النائب ماجد شنجالي الحرب الحالية على الفساد بالانتقائية المثيرة للشكوك لكونها تستهدف بعضا وتستثني آخرين وفق مبدأ المحابات والتخادم